أين الهند من الأزمة الأوكرانية؟ تتوجه كل من موسكو وكياف وواشنطن إلى نيودالهي مطالبة إياها باتخاذ موقف واضح وصريح من العملية العسكرية الروسية وعلى الرغم من ذلك لا موقف هندي حاسم لماذا؟ عدة أسباب تدفع بنيودالهي لإيجاد توازن ديبلوماسي بشأن موقفها من أوكرانيا فترتبط الهند بعلاقات مزدوجة مع الولايات المتحدة والغرب من جهة وعلاقات استراتيجية ودفاعية مع روسيا من جهة أخرى على المستوى الروسي لا تزال موسكو المواردة الأكبر للأسلحة إلى الهند على الرغم من خفض حصتها من 70% إلى 49% بعد قرار الهند تنويع مصادر تسلحها وتعزيز التصنيع الدفاعي المحلي وتزود روسيا الهند بنظام الدفاع الصاروخي S-400 الذي يمنح الهند ردعا استراتيجيا ما يدفع بنيودالهي إلى عدم المس بعلاقتها مع موسكو بالإضافة إلى العلاقة الدفاعية فلا يمكن التغاضي عن عقود خلت من التعاون الدبلوماسي بين البلدين في قضايا عدة أبرزها استخدام موسكو حقا نقد ضد قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان واقفة بذلك إلى جانب الهند يحظى شق الاقتصادي بحصة أساسية من العلاقة الروسية الهندية إذ اتفقت طرفان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2025 من جانب الغرب عززت الهند شراكة قوية جمعتها بالولايات المتحدة واليابان وأستراليا تجلت بتحالف كواد القائم على مواجهة الصين ولا تلتقي الهند والولايات المتحدة على مواجهة الصين وحسب فالرابط التجاري بين البلدين أساسي وأصبحت الولايات المتحدة الشركة التجارية الأول للهند ووصل حجم تبادل السلع والخدمات إلى 147 مليار دولار في نهاية العام 2019 وبناء على تلك المعطيات يصعب على الهند اتخاذ موقف صريح من الأزمة الأوكرانية نظرا لموقفها الحرج ويبدو أنها تلجأ من جديد لاستراتيجية عدم الانحياز لكن مع استمرار النزاع قد تجد نيوداله نفسها أمام خيارين أحلهما مر